تحدث عن نبوغ وجهود الإمام مسلم في خدمة السنة الشريفة الهدف أن يتحدث عن نبوغه ما معنى نبوغ أي ذكائه وفطنته واجتهاده وجهوده أيضا في خدمة السنة الشريفة عني الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على السنة وعلومها وبرع في الرد على الذين يلفقون في الحديث يعني الكثير من الناس يلفق ويؤلف ثم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث فكان الإمام مسلم يرد على هؤلاء الذين يلفقون في الحديث ويخلطون أيضا فيه يخلطون بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث المغلوطة ليضلوا الناس ما الغاية من ذلك من خلط الأحاديث مع الباطل أحاديث الصحيحة مع الباطلة المغلوطة ليضللوا الناس كما اجتهد أيضا في بيان قواعد التمييز بين الأحاديث يعني يميز الحديث الصحيح من الحسن من المثواتر من الأحاد من غيرها من أنواع الأحاديث فكان له فضل الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بحق أحد أركان النهضة وعد بحق أحد أركان النهضة العلمية التي عنيت بالحديث في عصره وقد قيل فيه ثقة ثبت جليل القدر من الأئمة إذا هذه صفات عظيمة إذا ذكرت في علماء الحديث يأخذ الحديث منهم يعني وينسب صحة الحديث لهم ولسلسلاتهم فنقول ثقة ثبت جليل القدر ومن الأئمة رضي الله عنه إذا الإمام مسلم يعني كان له جهد عظيم وفضل عظيم في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جهودي في خدمة السنة عنية بالمحافظة على السنة وعلومها يعني هذا ملخص لما ذكرنا منذ قليل برع في الرد على الذين يلفقون في الحديث يخلطون الأحاديث الصحيحة يعني هناك وضعتها بشكل متفرق كي يسهل عليكم حفظها وفهمها إن شاء الله أيضا اجتهد في بيان قواعد التمييز بين الحديث وعد بحق أحد أركان النهضة العلمية التي عنيت بالحديث في عصره وقد قيل عنه ثبت ثقة جليل القدر من الأئمة ما هي مؤلفات الإمام مسلم؟ الهدف أن أعدد مؤلفات الإمام مسلم مؤلفاته كان للإمام مسلم رحمه الله تعالى إسهام كبير كبير في الحركة العلمية في عصره وقد صنف عددا من المؤلفات ذكر منها تسعة عشر كتابا في الحديث تسعة عشر كتاب في الحديث والعلل والرجال منها أهمها الجامع الصحيح بين قوسين صحيح مسلم الذي يعرف من هذا الاسم والعلل والأسماء والكناة وقد تلقى العلماء كتبه بالقبول وأثنوا عليه وعدوه من علماء الأمة الأخيار رضي الله عنه وأطوه الآن سنتحدث عن وفاته الإمام مسلم الهدف أن نتحدث عن وفاته رحمه الله تعالى وفاته عاش الإمام مسلم عمره عالما ومعلما إلى أن توفي سنة إحدى وستين ومائتين في نيسابور يعني مائتين واحد وستين في نيسابور وله من العمر خمس وخمسون سنة رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير الجزاء ووفق الأمة للسير على منهاجه ألا أن أثري معلوماتي منهج الإمام مسلم في صحيحه اشترط لصحة الحديث معاصرة الراوي لمن يروي عنه يلابد أن يكون الراوي والمروي عنه في عصر واحد وأيضا اشترط جمع روايات الأحاديث المكررة وطرقها في مكان واحد ولم يفرقها بين الأبواب إذن جمع روايات الأحاديث المكررة وطرقها في مكان واحد لم يفرقها بين الأبواب أيضا وازن بين الأسانيدي والمتوني للأحاديث المكررة ونبه على اختلاف الاختلاف في الفاظ الحديث ولو بحرف واحد يعني يقول وبلفظ كذا إذن ووازن أيضا بين الأحاديث في الأسانيدي والمثوني لها إذن هذا هو الإمام المسلم رحمه الله وجزاه المسلمين كل خير لما قدمه في خدمة السنة النبوية وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا على اسمه ونشأته وطالبه للعلم وشمائله وجهوده في خدمة السنة ثم مؤلفاته ثم وفاته رضي الله عنه وجزاه عن كل خير بارك الله بكم طلابنا الأكارم هذا الواجب نتناقش في حده إن شاء الله عز وجل شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته